السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا لموضوع مهم جدا في الفيديوهات بتاعتنا اللي هو الاجر ابليكيشن جيتوي هنتعرف عليه مع بعض هنشوف ايه هو بيقدم لي ايه وهنشوف الخطوات الكمبيجيشن او الكرييشن الخاصة به وهندخل ان شاء الله نشتغل عليه بادينا ونحاول بقدر الامكان ان احنا نغطيه بشكل كبير لانه مهم جدا خلونا مع بعض كده نستعرض ايه هو الاجر ابليكيشن جيتوي زي ما احنا شفنا او زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي في الاوبريون زي ما احنا شايفين هنا مايكروسوفت بتكلمني على الاجر ابليكيشن جيتوي وبتعرفه على انه هو ويب ترافيك لود بلانسر ولكن الحقيقة حضرتك هتكتشف او هنكتشف مع بعض انه هو اكبر من اللود بلانسر بكتير وفيه اختلفات بينه وبين اللود بلانسر اهمها ان اللود بلانسر بيشتغل على اللير فور لكن الاجر ابليكيشن جيتوي من اسمه كده بيشتغل على اللير الابليكيشن او اللير سفه يعني مش بيتكلم اي بي زي اللود بلانسر اللود بلانسر كان فكرته ببساطة شدري جدا انه هو بيوزع الاحمال بتاعتي لما بيجي الريكوست عن طريق الانترنت او عن طريق الكلاينت بيستلمها منه اس اي بي وبعد كده بيروح يوزعها على ال بي ام او ال بي ام سكيل سيت او البول خليني نقول المتاحة حاليا واللي معليهاش لود كبير او حتى اللي عليها لود ولكن هي تتحمل ان هي تلبي الطلب ده فبالتالي هنا كان مرة بيحولك على ال بي ام مسال رقم واحد ومرة بيحولك على ال بي ام رقم اثنين وهكذا بيعمل عملية لود او توزيع احمال من خلال زي ما قلنا اللير فور او هنا الطرفين بيكلموا بعض باستخدام العين الاجر ابليكيشن جتويه زي ما قلنا هو بيشتغل على لاير سيفن او بيشتغل على الابليكيشن مما يعني اني هبدأ اتعامل مع يورايل مع او 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 بروتوكول حاجات مرئية للعين فبالتالي هنا اهم الهروقات بينه وبين اللوت بلانس فالسؤال ده ممكن يجي لحضرتك في انتربيو او حتى في امتحان فهي بالتالي يكون حضرتك عارف اجابته هنكتشف مع بعض برضو انه مش مجرد ابليكيشن جتويه خلاص لقد هو بيشتغل حاجات تانية يعني ممكن حضرتك تشغلوا اذا الفايرول او بتعامل معاه زي وزي الفايرول وبرضو بيشتغل لوت برانسل زي ما قلنا وبشتغل كمان باكدور بشتغل او 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 ترافيك مانجور كل ده ان شاء الله هنكتشفه مع بعض طيب الابليكيشن جتويه بقى الفيتشر بتاعته بيقدم لي ايه يعني ممكن استفيد منه ايه يخليني اني اروح عليه كخيار بتعامل معاه كده اه في التنظيم العمل بتاعي او في الانفارومنت اللي انا مشغل فيها اول فيتشر معانا هي السيكير سيكوت لاير او الاساس ال تيالاس ترميتشن الاساس ال يعني اه حاجة امنة سيكيور اه طبقة من الامام التيلس اعرفنا عليها في فيديوهات سابقه اللي هي التنظيم اللي هي السيكيوريتي النفق الامن بتاعي كلمة ترميشن هنا لازم نقف عندها شوية ترميشن تعني ايه يعني انتهاء او نهاية طيب انتهاء لي ايه اه احنا قولنا هنا او حابين نقول انه الابليكيشن جتويه بياخد منك الريكوست او بيستقبل لريكوستات الطلبات اللي جايه من الكلاينت انتري البروزر فبالتالي هنا الطلبات دي من المفترض تكون جاية في بيئة امنة علشان نحقق مستوى الامان فهو هنا هيعمل تشفير وفك تشفير فبالتالي اول ما بيستقبل الريكوست بيروح يعمله فك تشفير ويقرأ المحتويات بتاعته وبما انهو ملقاش فيها حاجة فيبتدي يمررها هنا للباك اند بو تمام كده؟ الباك اند بقى مش مطلوب منها حاجة غير ان هي ترد بالرسبونس او ترد بالنتيجة اللي جايه عشانها الكلاينت فهنا وفرت وقت في اني عملت ايه في ان انا من البداية خالص انا فحصت الريكوست اللي جايه لي وعملت نهاية ليه وبعد كده سلمته للبول اللي هترد علي او للباك اند بول اللي هققلي الطلب هنا فهنا وفرت وقت وخلقت بيئة من الاباك فبالتالي دي اول فتشر معانا هنا من الابليكيش جدوي فتشر تاني حاجة هو بيحتوي او بيقدملي الاوتو سكيلينج الاوتو سكيلينج اللي هو انا هشوف بطريقة اوتوماتيكلي الابليكيشن ده لو عليه ضغط لو عليه كمية ريكوستات عالية او حتى اعتمادا على حركة الترافيك اللي جاياني فببدأها من عملية سكيلينج او التوسيع للمتطلبات بتاعتي او حتى ان انا اعمل لها داون فهو ده المقصد بالاوتو سكيلينج الفيتشر اللي بعد كده هي الاوتو سكيلينج لافظ الاوتو سكيلينج هو لا يعني المصطلح الشهير هو يعني هنا الاوتو سكيلينج هو بيديني ليها الاي بي بشتغل عليه بستقبل الطلبات من خلاله ببدأ ابص على الريكوستات اللي جاياني انا مش محتاج ان في كل مرة اعمل الاي بي جديد او خصص اي بي يستقبل عليها طلبات سواء كان عندي بول او اتنين او ثلاثة سواء كان عندي سايت او اتنين او ثلاثة سواء كان عندي هوست واحد او مالتي هوست ما عنديش اي مشكلة في الكلام ده لانه هو من خلال الاستاتيك في اي بي ده او الاستاتيك في اي بي انا بحقق جميع المتطلبات من خلال واجهة واحدة او من خلال ريال اي بي واحدة بعد كده بيكلمني على الويب عبريكيشن فايرول واختصاره يا شباب اللي هو زي ما احسن فين الواف والواف الحقيقة من الموضوعات المهمة جدا والسيربز العظيمة جدا انه ما تخفت بالقديم هالي بتعمل لي عملية يعني حماية مركزية كده باستخدام او عن طريق البوليسي عن طريق الرول عن طريق اللي انا بقدر امانج العمليات دي كلها اللي وصلة جوه او اللي رايحه تكلم الويب عبريكيشن بتاعتي فبالتالي هنا الاجر عبريكيشن جتوي هو بيانتجريد مع الويب عبريكيشن او فايرول او مع الواف لتحقيق اقصى قدر من الحماية للويب عبريكيشن اللي هشتغل عليها او اللي املكها او اللي بدرها الفيتشر اللي بعد كده اعتقد احنا اخدناها في فيديو قات السابقة كتير اه بتتكلم عن موضوع النشر المتعدد او او الزون انا مش هبقى الان لو انا اشتغلت عندي بالاجر او حتى بالواف وقلقت من ان الزون اللي موجود فيها فيها مشاكل او الناداون او فيها الاصلاحات او التحديثات او 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 انا ممكن هنا اقول له والله انا عندي اكتر من زون او انا حابب خليك اه تبقى معمول لك او نشر على زون واحد او زون اثنين او زون ثلاثة على حد المتطلبات بتاعتي وعلى حسب ما شغلي يبقى محتاج فبالتالي الريدندانسي هنا اه موجودة في الاجر ابليكيشن جتوي ومدعومة من خلال الفيتشر او من خلال المميزات اللي هو بيقدمها ليه بعد كده بيكلمني على الانجريس كنترول الفور اه اي كي اس اختصار للازر كوبرنيت سيرفيز لو عندك حاجة او سيرفيز خدمات الكوبرنيت او لو انت شغال بالكوبرنيت في شغلك فبالتالي الابليكيشن جتوي بيتكمل معها او بيدعمها فحضرتك مش هتبقى الان لو عندك اكتر من كلاستر مدعوم او لو عندك الازر كوبرنيت سيرفيز مدعومة عندك في الانفيرومنت اللي عندك فبالتالي برضو الخيار ده او الفيتشر ديت متاح بالفيتشر اللي بعد كده اليو ار ايل بيست راوتي احنا قلنا انه الازر ابليكيشن جتوي شغال على لير سيفن فبالتالي اه هقدر اتمكن من ان انا تخاطب مع يو ار ايل مع روابط مع بروتوكولز بتشتغل برضو على لير سيفن يعني مع حاجة تراها العين اللي هي طبقة اطبقات اخر طبقة في الاوزي موديل حاجة بشوفها انا بحناية اه فبالتالي هنا انا هتمكن من ان انا اعمل عملية راوتنج لترافك عملية اعادة توجيه للمسارات في بعض السيريوريهات اللي ممكن ان انا استخدمها او ممكن اكون بحاجة لها يعني لو ريكويست جايني مثلا بالشكل ده لو انا محتاج مثلا اكسيز ويب سايت خلينا اقول مثلا www.mysite.com مثلا فيديو فانا في الحالة دي متاح ليا ان انا عبص على المحتوى نفسه وبعد كده اعمل له عملية راوتنج اقول له والله الفيديو ده موجود مثلا على بي ام رقم واحد لو جايني الريكويست بشكل ده الريكويست ww و بالتالي هنا هقدر برضو اعمل له عملية اعادة توجيه مصل اه رقم اثنين او سيرفر رقم اثنين او اه يعني اي ان كان البول مسلا رقم اثنين وتفر بقى على استنادا على المحتوى المطلوب اللي جايني في الريق مستي. لو روحنا كده على الفيتشفر التانية انا متاح ليا ان انا اعمل ملتابل سايت هوستنج مش هتكفي بصايت واحد او نقول واحدة لا انا عندي لحد ميت ويب سايت في الاسدار التاني منه لان ان هو عبارة عن اه برجن وان وبرجن تو. برجن تو هو بيدعم المية تقريبا واخر كلام من ماكروسوفت تقريبا كان مية خمسة وعشرين. فبالتاني هنا انا مش هبقى اعلان لو عندي سايت واثنين وثلاثة الحد الرقم اللي هو متاح اوالب الاعتقد كمان كنت قرأت ان هو كان مية خمسة وعشرين. وتفر اه لو عندي اكتر من سايت لو عندي اكتر من بول لو عندي اكتر من اه شغال عليه فعليا عندي وبيتم تعمله من خلال الابليكيشن الجيتوي فبالتالي انا مش هبقى الان لانه المالتبول سايت مدعوم على الابليكيشن الجيتوي. لو روحنا على الري دايريكشن او الري دايريكت من اله تي بي روتوكول اله تي بي له اله تي بي اس اله تي بي اس بيقدمني اكتر امان او هو سيكيور وهنا هيطالبني باستخدام الشهادات الامان. وبالفعل لازم ان انا احب عليه شهادة الامان وبعد كده اعمله من اي جيني او لزمه بان هو او احوله للبيئة الامنة بتاعتي باستخدام شهادات الامان زي ما احنا قلنا وان شاء الله ان احنا هنشوف الكلام ده لما نشتغل بطريقة عملية. لو راحنا كده على السيشن اه افينيتي هو هنا السيشن افينيتي ليه القدرة او بتطيح ليا الاحتباز بنفس السيشن اللي انا داخل عليها انا ككلاينت يعني طالما ان انا بتردد او دخلت اكتر مرة من نفس الديفايز فبالتالي هنا واستنادا على الكوكيز اه يعني ملفات تعريف الارتباط يعني انه انا مرتبط اه بالسيشن ده بزوره بشكل متكرر فبالتالي هنا العملية دي بتسرع الاداء بخليني اوصل بشكل يعني سلس من دون اي تعقيد فهنا برضو السيشن افينيتي بيدعمها او فيتشر من ضمن الفيتشرز اللي بيقدمها دي الاجر ابليكيشن جتويه لو راحنا كده على اه الويب سوكت والاشتبي بيرجين تو هنا بيقول لي ان انت ممكن تستخدم بيرجين تو بروتوكول اللي هو الاج تي بي يعني اه من غير من غير ما تعمل اي عملية او عملية ان انت بتفعل الخدمة دي او بتفعل فبالتالي هنا مش مطلوب منك ان انت تعمل اي عملية اي عملية اي عملية اه اعدادات مسبقة او خيارات كتيرة هو فقط ان انت بتعمل الانيبل او دي سيبل للبرتوكول وهو بيتفعل معك تلقائي الاجتبي بيرجين تو يا شباب مختلف عن الاجتبي بيرجين وان ويطلع عشان يحل اصلا بعض المشاكل اللي كانت موجودة في 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 الاصدار الاول من البرتوكول الاجتبي على سبيل المسال مثلا بصفة بسيطة جدا هو بيانيبل لحاجة اسمها الملتفول ستريمينج للداتا هتخير ان الريكوست جاي مسلا على ويبسايت ما او على اه هوست معين فبالتالي هنا الهوست ده او الويبسايت ده بيجوا اكتر من داتا او اكتر من نوع من البيانات اهمها مسلا جوا تيكست جوا مسلا فوتو جوا فيديو فبالتالي الريكوست لما بيجي استخدام الاتش تي بي برجن وان بيجي من كونيكشن باستخدام تي سي بي صح كده كونيكشن ده بيروح الاول يعني مثلا اول ما بنكتب www.website.com بيروح اول حاجة يبص عليها يبص على حاجة حاجة يبص على تيكست فتلاقي تيكست هنا ظهر لك الاول تمام ده حاجات احنا يعني كنا لمسينها في شغلنا ان الويبسايت اول حاجة بتطلع فيه التيكست يروح كان طلع لك الاول بعد كده يبتدي يحمل بيانات تانية زي الفوز وبعد كده يبتدي يطلع يلود الفيديو هكده فبالتالي هنا عملية اللودنج للداتا هتبقى فيها نوع من التأخير شوية طلع الفيرجن تو او الاتش تي بي فيرجن تو علشان يحل المشاكل دي بيمكني بقى ان هو باستخدام قناة اتصال واحدة اللي هي التسبيد القائم فعليا لكل الانواع ديت هتلود مع بعض كل الانواع ديت هيبتدي عملية لها في الجلسة الواحدة او القائم الواحدة فبالتالي هنا اه الاختلاف ما بين الاتش تي بي برجن تو برجن وان هي اللي اه يعني احنا كلمنا عليها فهي طبعا اكتر اه سرعة يعني اكتر سلاسة وبالتالي مور ادفانسد شوية لو رحنا هنا على الاتش تقد انه شرح نفسه يعني انه بي هتمكن باستخدام الابليكيشن جي كوي اني الاو لاتش تطلع بعد كده لالكلاينت في حالة مسلا ان هو بتاعه غلط او يعني طلب مسلا حاجة موجودة او حاجة تم حسفها او حاجة تم اعادة اه نشراها في مكان تاني وهكذا فبالتالي هنا الاروس او البيج نوت فاون مسلا لأ انا اطلع له اه حاجة تانية او هطلع له مسلا عبارة تانية او شكل تاني واتفر بقى اني هتمكن من انا اعمل عملية لبيج ديت لو رحنا على الري رايت اتش بي هيدر هو هنا الخيار ده او الفيتشر ديت غالبا هيستخدموها الناس اللي هي البروغرامل او او البروفايدر اكتر لانه اه هيبتدي يكتب كود اه ويقول له ايه في الكود ده يقول له مسلا خلينا ناخد مثال بسيط كده عشان نفهم هي بتعمل ايه اه بيعيد كتابة الاتش تي بي هيدر علشان مسلا انه في معلومات زيادة هو حابب يوصلها للسيرفر هتخيل ان فيه هنا كلاينت كلاينت اهو قاعد بيعمل ريكوست من خلال الويب براوزر بتاعه اوكي رايح عندي على السيرفر اللي بيقدم لي الخدمة اوكي فالسيرفر اللي بيقدمني الخدمة ده اه عليه مسلا ويب سايت فهنا الريكوست جاي من خلال البرتوكول الاتش تي بي الهيدر مسلا مسلا جاي يقول له خلينا يعني مبسط برضو الامور لو الويب سايت هنا مسلا ويب سايت اخبار نيوز خلاص وانا عندي هنا موقع اخباري فالاخبار بتتقرشف بشكل متكرر يعني شكل يومي او اسبوع او شهري او حتى بالسنين فبتلي الريكوست جايني كده بالشكل ده انا دابليو 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 او او هكتب دابليو 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 نيوز مسلا سلاش اه خبر من الفين واتناشر مسلا او الفين وترتاشر فانت هنا في بعض المعلومات محتاجها تروح للسيرفر عشان يلبي له الطلب ده زي ايه مسلا زي ان انت اه فولدر جوه السيرفر اسمه ارشيف وبعد كده ارشيف ده انت اه حطت عليه اه فولدراتك الفين وعشرة حداشر الفين وعشرين مش عارف ايه وكل ما هو اخبار اه سنة بسنة انت حطتها جوه فولدر عام كده اسمه ارشيف فبالتالي انت بتوعيد صياغة الهيدر فهنا هتوعيد الكتابة وتقول له لو جالك بالشكل ده حوله على الشكل المفهوم بالنسبالك اللي هو ارشيف اهو خبالك بعد كده سلاش اه اه الفين واتناشر بعد خلاص فكده احنا عملنا ايه احنا عملنا عملية اعادة كتابة علشان يفهمها الباك اند او يفهمها السيرفر اللي بعد كده هيرد علي لو رحنا عملية اه نفرق بينها وبين الاوتو سكيل احنا قلنا اه عملية بتتم اوتوماتيكلي استنادا على ايه على الحاجة بتاعتي او على مدى كمية الطلب مثلا اكي اه زادت او نقصت انا خلاص بطلع او بنزل اوتوماتيكلي لكن هنا السايزيج هو بيكلمك على انه في بعض التير او بعض الانواع من السايزيج هو بيقدم لي هنا تقريبا سمول وميديم ولارج فيما تعلق بالابليكيشن جتوي تير خلاص كده شباك فبالتالي هنا اعتقد ان احنا كلمنا على كل الفيتشرز الخاصة بالابليكيشن جتوي قبل ما ندخل نتعرف عليه على البورتل ونتمنى نكون ان الوفر فيو اللي احنا تكلمنا عليها اضافت لحضراتكم بعض المعلومات الجديدة اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته